أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني السنوي. أهلاً ومرحباً بكم على منصة البس المباشر لوزارة التربية والتعليم. طبعاً المنصة وشغل المنصة مش جديدة عليكم. انتم خلاص عرفتوه من السنة اللي فاتت. فطبعاً إن شاء الله احنا معاكم في كل المواد وبالتفصيل. وإن شاء الله تلاقوا كل اللي انتم بتسألوا فيه واللي عايزين تتعلموه واللي عايزين تتعرفوا عليه. النهاردة إن شاء الله ان شاء الله هنبدأ الوحدة الأولى بتاعتنا. بس في تانية سنوية طبعاً احنا عارفين الحاجات بتزيد شوية. طيب أنا عندي في الونيتي بتاعتي اتنين ديالوج. أول الونيتي دي فيها اتنين ديالوج. هنشوف بقى طب الونيتي بتاعتنا اسمها ايه؟ لكلوب دي سي تادين. كلوب احنا متفقين معناها جماعة. سي تادين يعني السكان أو المواطنين. لكلوب دي سي تادين. يبقى أنا كده هستشف ان الونيتي بتاعتك بتتكلم معنا ايه؟ عن كل ما يحيطنا بقى في الشارع وفي المنطقة بتاعتنا والحاجات دي كلها. دونستة اونيتي طبعاً دايماً بنبتدي بالأبجيكتيب بتاع الونيتي. في الونيتي دي هنتعلم ايه؟ المفروض نطلع من الونيتي بدي متعلمين ايه؟ او متعرفين على ايه؟ يعني يعني نوضح خط السير. ازاي اوصف لحد خط سيره؟ ساعات كتير واخنا مشيين في الشارع حد بيقول لي لو سمحت مدرسة كذا فين؟ او ازاي اروح الشارع كذا؟ فطبعاً لما بتدي اوصف للشخص ده طريقه يبقى أنا كده بعمل اندكي ان اتنرار. Parlez دي profession. Parlez دي profession يعني ايه؟ يعني نتكلم عن الميهن. اول غوز ايه عندي دي كلر من قرتيه ونمي مابيل يعني ينمي مابيل اننا او الاسم مدينتي. طب اول ديالوغ عندي في اللивر سколر اول ديالوغ عندي في كتاب المدرسة اسمو لجور دي لارانتري. يعني ايه لجور دي لارانتري? يعني يوم العودة. عودة ايه؟ عودة المدارس زي اول يوم كده بتقابلو في صحابكو باسمو لجور دي لارانتري. ايكوت ايلي لديالوغ. طبعاً انا هرال كل ديالوغ وانتو هاتسمعو. دون الاسمسر يعني في الاسمسر في الاسمسر مريم قبلت واحدة فبتقول لها بانجور. فكامي قال تلاقي سالو. اهلاً تي نوفال دون لي مبل خلي بالكو بقى من الكلمات الجديدة اللي هنقبلها عشان دي هنستخدمها بعدين. بتقول لها انت جديدة في المبنى لي مبل لي مبل يعني يعني مبنى او عمارة. فمريم قالت لاوي. جابت لا يعني انا سكنة هنا. او سنكيام اتاج. او سنكيام اتاج. يعني ايه؟ يعني في الطابق الخامس. جو مطل مريم. انا اسمي مريم. كامي ردت عليها اتلاقي. ايه مو كامي وانا كامي. جابت او سيزيام. انا سكنة في السادس. تياكلاج عندك كم سنة؟ قلت لايه السيزان. ستاشر سنة. اتوا وانتي. طبعا الاسئلة دي احنا واخدينها السنة اللي فاتت. عايز اسأل حد عن عمره اقوله تياكلاج. طب عشان ما نقررش السؤال هنقول ايه؟ اتوا. بقول عمري وبعد كده اقول ايه؟ اتوا. يبقى انا الجزء لها بريمير بارتيجو ديالوج. اول جزء من الديالوج في كم كلمة كده هنتعرف عليهم تاني كلمة ايه مبل ايه مبل يعني ايه مبل يعني مبنى او عمارة. كلمة اتاج اتاج يعني ايه اتاج يعني طابق. طبعا كلمة أسانسير يعني الأسانسير طب سنك يم وسيز يم سنك يم يعني الخامس سيز يم السادس ودول الكلمات الجديدة اللي ايه اللي قبليتنا. بقيت الديالوج. طبعا آخر الحاج قالت لها جي سازان وطبعا قلت لها كنزان عندي خمستاشر سنة. تيه دي فرير ايه سر عندك إخوات واخوات مريم قالت لها جيه اون سر عندي اخت واحدة ايه لها ويتان عندها تمان سنين فاكامي قالت لها ايه مو ايه مفرير وانا اخت تيه 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 يعني تذهب إلى اي مدرسة بتروح يمدرسة ايه ايه تيه رانت وقفاو Mil انا داخل انا داخل ايه كمي ايه ت mastان تيه اور احوات وحسوف مريم قالت لها قاعم اصعر ا elbow اصعر عندها اصعر ايه تذهب ukiem اخر تيه قليل في هايثkich رائعrait نهاية نهاية العل squat يعانيسة ط生حة هو ملوى نهاية اله nineteء علينا دائماة ولكن إن فاعة عتل من یہ triangle لكن Twitter إننا تعالى ولكنzy يوم أنتي الحimana هاي 은نا سيدي من شك فيها لأنني سيدينا مع أنت نهاية العروة أنا كمان، نحن ممكن نكون في نفس الفص peut-être يعني ربما dans la même classe la même يعني يعني نفس نفس الفص dans l'entrée de l'immeuble في مدخل العمارة Camille بتقول إيه إيه Bruno, attends, attends بتنادي على أخوها بتقوله Bruno استنى, استنى يعني انتظر فمارين بتقولها كي سي مين ده فCamille قالت لها ده أخويا يبقى أنا طبعا هم تعرفوا مع بعض لأن طبعا Camille لقيتها كديدة في العمارة ومن خلال عرفت إن هي كمان معها في المدرسة وممكن يكونوا مع بعض في نفس سوف بقى الأسئلة هنختار الإجابة الصحيحة Bruno إيه ده كمية Bruno يراب إل كمية لفتكر مع بعض الكلمات يعني إيه وزن يعني غر لفتكر مع بعض يعني زميد الفاس. طبعا Bruno est le frère de Camille يعني أخو Camille. مريم أبيت. تفتكروا مريم سكنا فين بقا. أو سيزيام إتاج أو توزيام إتاج أو ستيام إتاج أو سنكيام إتاج. طبعا مريم هي اللي كانت بديا بالكلام فا مريم أبيت. أو سنكيام إتاج يعني أسنكيام إتاج يعني أطابق أخيميس. سيزيام إتاج أسيادس. طوازيام إتاج أطابق أسيادس. ستيام إتاج أطابق أسيادس. ست يمكن إتاج أسيادس. Bruno est dans l'entrée. Bruno لما كمي يعد أبدا تندي على أخوها كالما غد فين في مدخلي dans l'entrée de l'ascenseur du lycée de l'immeuble du Parc. طبعاً Bruno est dans l'entrée de l'immeuble كان في مدخل البناية أو العمارة la soeur de Maryam أخت Maryam بقى عندها كم سنة 16 ans, 8 ans, 15 ans 18 ans طبعاً la soeur de Maryam 8 ans كان عندها 8 سنوات طبعاً الديالوج الأولاني كده الديالوج خفيف قصة بسيطة نعرفها ونعرف منها كلمات مهمة زي زي إيطاج زي أسنسور تذهب إلى أي مدرسة ده سؤال لو عايزة أسأل حد أنت رايح مدرسة إيه ستبقى الآن الزيالوج ده بقى الديالوج عايزةكم تركيزه جداً فيه لأن الديالوج ده تقريباً هناخد كل تفصيله فيه هناخدها فيه ما بعد ده تفصيل ساوا يساة تارتي ديالوج يشوزي لابان ريقبانس هن إرقوز إدامن الديالوج ونخطر إل إجاب السحيح ده تفصيله فيه ما بعد أنا في العربية مع بابا أنا في العربية مع بابا أنا في العربية مع بابا إحنا أمام مدخل البرك بجانب المستشفى طبعاً هنا إما بتوصف لها المكان بالتفصيل بتقول لها أنا في العربية مع بابا وإحنا أمام مدخل البرك وجاء بجانب المستشفى لو عايز أسأل حد أقول له أمام مدخل البرك بجانب المستشفى ففيكتور سألتها سؤال بتقول لها فوزت تردو فوزت تردو نخلي بالنا من الجزئية دي اتر تردو يعني تايه هوا أنتو تايهين فإما قلت لها وي أنا معيش عنوانك فيكتور قالت لها أليس يور الانفيتاشن يعني الديعيدة على كلمة أدرس ده هو على الانفيتاشن على الدعوة فإما استغربت كده قلت لها الانفيتاشن الدعوة أعني ألا قوز أيا دي تايهني فوزت تردو انتو تايهين وي جو نيبا دغن أدرس معيش عنوانك أليت لها أليس يور الانفيتاشن الانفيتاشن الدعوة سألتها فإمنا كده الگوز أليس يوروانك أليس يوروانك أليس يوروانك أليس يوروانك أليس يوروانك فيكتور الصديقة اللي تكلمت في التليفون كنت بتعمل إيه؟ إكسبيك le chemin إيما بتشرح الطريق لإيما تكري la fête إيما بتدعو إيما على حفلة aries تليفون إيما إتصلت بإيما إذا نامحل ذلك، يجب علينا وضع الفيديو من الضوء في السوق المقبل المراضي، سوف يكون هناك مقبل المقبل المراضي، على خلال الفيديو، الان يوم الكثير من الأفراق و الأفراق، أمام ديسي، بارك، كلب، سينيما. طبعاً، لفاتر ديسي، الحفلة التنقرية. كانت موجودة فيه. أمام ديسي، في ميزان ديسي، كانت في بيت فيكتوار، لأن فيكتوار قالت لإما أنت موجودة فيه. وقالت لها الحفلة العنوان على الدعوة. طب، تفتكروا بقى. فيكتوار لما سألت إما، قالت لها إيه؟ سألت لها سؤال. سألت لها سؤالين. Pardon. دوى كستان. قالت لها. كيشك تفايي؟ انت بتعملي إيه؟ والسؤال التاني كان. turbo. بَقَنْ يَنَطِعُونَ أَنْ هُصَرً стала موازولة وِبِلَنُقْ تَبْعَنَ وَحَرًا بَقْقَنِ تَبْعَنَّ يَنْضِ Car تَبْعَنolt هَشَارًا يبعًا بحاجة عَمْ لَحَفْلَ فَنْ فَبَتْهَا أَلَى مَزَنْ دُوٰي كَنْتْ بتَبْعَنِ بيكتوار سألت إما على إيل؟ قالت لها أو تي ييه يعني أين تكوني؟ طبعا أو أليه؟ أين هي تكون؟ لدوزيان بارتيجو ديالغ، الجزء التاني من الديالغ، بيكتوار بتقول إيه؟ ألار، هتبتدي بقى تشرح لها. ألار إيكوت إذن اسمعي. سي فاصيل، سهل. Preni la première rue à droite, خudi أول شارع يمين et tournei à gauche, ولفي شمال. Au troisième feu, في الإشارة التالت, rue de Lila, شارع Lila. Jابit O, numero 76, أنا سكتة في رقم 76. جزئية دي من الديالوج مهمة لإن دا أنا هي كده بتعمل إيه؟ Indique an itinerary, يعني بتوضح خط سير. Favectoire, alo, écoute, c'est facile. عايز أبين لله قدامي إن الموضوع سهل. فبتقول لها c'est facile, إنه سهل. Preni la première rue à droite, خudi أول شارع يمين. Et tournei à gauche, ولفي شمال. Au troisième feu, في الإشارة التالتة, rue de Lila. يعني, تالت إشارة على طول شارع اسمه Lila. Jابit O, numero 76, أنا سكتة في رقم 76. فإما قالت لها, ok, super, ok, رائع. إما بقى بتبتدي تعيد الكلام تاني بس المين لباباها. بتقولو إيه, papa. Preni la première rue à droite, خد أول شارع يمين. et au troisième feu, وفي الإشارة التالتة, c'est à gauche, rue de Lila. على الشمال شارع Lila. فالأب قالت لها إيه, Dakar. موافق. أوكي. فوهم طبعا كل دائما لسه ما قفلتش السماعة. فبسط لقيت إيه حد بيقولها, salue Emma. بس كذا الصوت. لفات يعني الحفلة. جنيال يعني عبقرية. يعني عبقرية يعني الحفلة رائعة جدا. تمام. يبقى دي كوبان وهي على السماعة. لقيت كذا حد بيقولها إيه. أهلا إما. salue إما. لفات يعني الحفلة رائعة. فهم تحديم. ما يشكي. فبكتورة إيه. سكرًا. دولін والمارتن والمارتن. itable أخ poverty. ينقل مراك perfني. أخزكي. يعني أخزكي. أخزكي. أخ کے الرDerM 이 munمردп. إنت مراك في الأخزكي. والمارتن والمارتن والمارتن. يعني فيزي طيار يبقى أنا عندي كده الحفلة تنكرية الحفلة تنكرية متنكرة فيزي ممرضة ومارتان متنكر فيزي طيار ففيكتور بتقول لها نركز بقى في السؤال اللي جايب يعني ما هو تنكرية يعني انتي جاية بقى متنكرة فيزي ايه فإيه ما تخطط أو استغربت بتقول لها تنكري عايزة تهرب من الموضوع فقدت لها ايه دي مفجأة فطبعا هي قاعدة بتتكلم مع صحابها وباباها بقى سايق وسرح ففجأة كده قدت لها بتقول لها وبتنتبه لقيت باباها ايه بتقوله بابا بابا سي أجاش بقى دروات اوه لا لا قلت لها بابا داع الشمال مش اليمين فقال لها تروتار يعني كان المفروض يلف شمال ما يلفش يمين بس طبعا لما هي انتبهت كان الوقت متأخر كان خلاص عدى الملف اللي هو المفروض يلفه فطبعا هنا انا بتكلم عن فات دي جيزي يعني حفلة تنكرية عشان اسأل حد عن تنكره بقوله سي كواتان دي جيزمان عايزة اقول انا متنكر فيه بقول بستخدم فربي اتر مع كلمة دي جيزم دي جيزي وحرف الجر ان وطبعا الحاجات دي هناخدها بالتفصيل وطبعا في الديالوج في الجزء الاولاني اخدنا ازاي اوصف او اوضح خط سير كمان انديكي ان اتنيرار ازاي اوضح خط السير تمام كده يلا بقى نشوف الاسئلة على الانظر نختار الاجابة الصحيح اپري لتروازيام فو يعني بعد الاشارة التالتة نتروف نوات اغش يعني بعد ما يعد الاشارة التالتة هنلا يقع على الشمال تذكره بقى اما عملت ايه؟ عرف طار على فت طار يعني متأخر يعني وصلت متأخر الحفلة كلمة مهمة جدا معناها ايه؟ التنكر يعني مواصفة التنكر بتاحها طلبت من اصدقائها التنكر بتاعهم يعني بتجهز مفاجئة لباباها طبعا اما بعد كل اللغبطة اللي حصلت وبعد ما باباها دخل يمين ما دخلش شمال يبقى كده هي ايه؟ عرف طار على فت يعني هتوصل متأخر للحفلة طبعا يبقى طار معناها متأخر لبابا ديما سترمب يعني اي سترمب؟ يعني أخطأ يعني هو سيء ايه لغلط اللي حصل انه هو تورن أدروات والا va au numero 67 يعني راح لرقم 67 والا تورن أغش والا تورن أدروات أخذ تالت شارع يمين طبعا هو عمل ايه؟ كان المفروض ايه؟ يلف شمال لكن هو لف يمين طب يمين يعني ايه؟ ولف يعني ايه؟ تورن يعني لف دروات يمين تورن أدروات لف يمين تورن أغش لف شمال وطبعا الاتنرار الصحيح انه هو يلف شمال ما كانش يلف يمين مارتان اي ديجيزي مارتان كان متنكر في زي ايه؟ ان انفرمي ممرد ان مدسن طبيب ان شانتر مطرب ان پيلات طيار طبعا مارتان دا الولد كان ديجيزي ان پيلات في زي طيار طبعا؟ يبقى كده الجلاج بتاعنا وطبعا احنا كده اخدنا الاسئلة عليه وطبعا اخدنا شوية كلمات جديدة هنشوف بقى دلوقتي ايه الماسكولان منها وايه الفي ميناء والحاجات دي يلا بينا نوم مسكولان الكلمات المذكر الكلمات المذكر طبعا مسكولان يعني مذكر يعني ايه سيطادان يعني ساكن او مواطن يعني ايه شمان يعني طريق يعني لافتة طبعا احنا وإحنا ماشيين في الشارع بنلاقي لافتات مكتوبة عليها اسماء الشوارع بيقول مثلا لو عايز تروح كذا ترفي يمين او ترفي شمال او بيعمل لك الرسمة بتاعتها فا ديسماء پانو ان ديغزمن تاناکور ان ديغزمن تاناکور ان velo ان velo دار روغا ان ميزن تابيب ان اكتر مو مسل ان شانتر مو تريب ان كوزيني تاب بوغ ان پيلوت تايور ان فتوغراف مو ساوور ان پارك منتزه ان اوبيطال مستشفى ان تروتوار رصيف ان ايمبل ان ايمبل يعني بناية او عمرة ان تم موضوع ان ارب شجرة ان مشكلة طب في ناس هتقول لي يا مادام ده فيه كلمات كتير احنا ما شوفناش في الديالوج بس هنشوفها قدام شوية يعني كلمة اكتر ممثل شانتر مطرب كوزيني طباخ فوتوغراف مصور دي كلها اسماء مهن احنا هنستخدمها قدام وفي نفس الوقت اسماء المهندي انا بستخدمها عشان اعبر عن زي التنكر بتاعي سا با انا بس لير انا بس للمات مر تني ان سيطادن ان شمان ان پانو ان ديگزمان ان vélo ان ميديسن ان اكتر ان شانتر ان كوزيني ان پيلات ان فوتوغراف ان پارك ان هم پتال ان ترطوار ان اميبال ان تام ان عرب ان problem ان پاس ان ان فهمين روحبالك ان تل موعنا ان اس ان ان تري ان ان تري يعني ماتخل طبعان الان تري دي مابل يعني فى ماتخل البيناية وطبعان الابلتنا devant لان تري دي پارك يعني ام ماتخل الپارك فا كلمة ان تري معنها ماتخل انا بس للماتخل انا بس للماتخل يعني مفاجئة. Une danse, une danse رقصة. Une voiture سيارة. Une infirmière ممردة. Valentin est déguisée en infirmière يعني Valentin متنكرة في زي ممردة. Une rue, شارع. Une bibliothèque, une bibliothèque مكتبة. وكلمة bibliothèque هنقبلها, bibliothèque شايفين هي كلمة كبيرة ازاي? يعني تفاصيلها كتير. دي مكان بعض فيه وقت طويل. يعني ايه? يعني مكتبة للقراءة. لكن المكتبة اللي بنشتري منها الكتب اسمها librairie. بدخل واخرج على طول فالكلمة تلاقوها صغيرة شوية. لكن bibliothèque كلمة كبيرة عشان احنا بندخل ونعود وقت طويل فيها. فbibliothèque مكتبة للقراءة. Une fête déguisée, une fête déguisée حفلة تنكرية. Une invitation une invitation باوة. Une bonne humeur une bonne humeur يعني مود كويس يعني مود يحلو. مازيق وحلو. Une profession مهنة. Une profession مهنة. 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 بعض. مهنة. يتصلي. س ديپلسي. س ديپلسي. يتناقل. يعني يتناقل اوة. مهنة. 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 س ديپلسي. 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 وإن شاء الله على المرة القادمة سنبدأ درسنا الأول وطبعاً خلاص أنتوا المفروض عرفتوا إيه الفرق ما بين الديالوج الافتتاحي للوحدة وما بين الدروس الديالوج بيعرفني أو يديني رؤية شاملة لكل اللي إحنا هندرسه خلال الانتين يا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الحصة بتاعت النهاردة آخر جزء عندي هو الأدجيكتيف أو الكلمات اللي قابلتني كونفو مرتبك كان مين بقى اللي مرتبك في الجلق كانت إما طب ليه كونفو لأنها ولا كانت عارفة العنوان ولا كانت تعرف أن الفد جزي ما كانتش تعرف أن الحفلة تنقرية جنيال كلمة جنيال اللي واحدة معناها عبقاري لكن إحنا بنستخدمها بمعنى رائع ألر ألر يعني في المعاد ألر يعني مبكرا إن أنا أجي بدري ترو تار متأخر جدا ترو تار دو تار يعني أمام عكسها دريار يعني خلف ودي طبعا برضو لبريبوزيسيون حروف الجر هناخدها بالتفصيل أو تروازيام في أو تروازيام في بالتفصيل يعني إنه سهل يعني حاجة بسيطة يبقى يبقى كنفو جنيال ألر 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 ترو تار دو عكسها دريار أو تروازيام في تورني أدروات تورني أجوش يبقى احنا كده عندنا الصفات أو حروف الجر أو الإكسپريشان الإكسپريشان اللي احنا تعلمناها من خلال الجالوج وطبعا كل حاجة من دول هناخدهم بالتفصيل طبعا في حاجات مهمة جدا لازم نبقى عارفينها كلمة تورني أدروات تورني أجوش أتر ان رتار أتر ديجيزي ان س ديجيزي ان سي فاصيل وكلمة طبعا سي فاصيل بنستخدمها لما كنا عايز أشرح لحد حاجة وعايز أبين له ان هي سهلة وطبعا أتمنى انكم تكونوا استفدتوا وتعلمتوا حاجات حتى لو جزء بسيط بس إن شاء الله بإذن الله يفيدكوا تستمتعوا بيها زي ما أنا لسه قيلة وإن شاء الله هنبدأ الدرس الأوليني بتاعنا الحصة اللي جاية وطبعا في كلمات كثير من اللي احنا قابلناها النهاردة هنستخدمها قدام في الدرس الأول والتاني والتالت إن شاء الله كانت معكم مدام صحر سيد أحمد بدوي على منصة البس المباشر لوزارة التربية والتعليم وطبعا مش محتاجة أقول لكم إن أنا عندي على الشاشة الـ QR اللي بنعرف منه الجدول بتفرج فيه على الحصة وطبعا الـ QR اللي بعد كده لو عايز تتواصل معنا ممكن تبعت لنا مرسي إلى اللقاء إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر